أول أخبارنا لليوم وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة والتي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وصل اليوم الرئيس الصيني تشي جنبينغ إلى المملكة في زيارة رسمية لعقد قمة سعودية صينية برئاسة الملك سلمان والرئيس تشي ومشاركة ولي العد وطبعاً للوقوف على هذه الزيارة والقمة ينضم لنا عبر سكايب الدكتور عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي يا هلا وسهلا فيك ومساك الله بالخير دكتور عبدالله أهلا وسهلا حياك الله مها حياك الله أودي حياة المشاهدين الكرام دكتور عبدالله في البداية خلينا نتكلم عن هذه الزيارة وأهميتها في تعزيز مكانة المملكة سياسياً واقتصادياً وحتى ثقافياً العلاقات السعودية الصينية هي علاقة جيدة منذ ثلاثة عقودة وأربعة عقود عند بدايتها شهدت تطور كبير جداً وخصوصاً في عهد خادم الحرمين الشريفين وأيضاً بمتابعة خاصة من سمو الأمير محمد بن سلمان يجب أن ننظر إلى هذه العلاقة بمنظارها الحقيقي وهي أنها ليست مشروعاً سياسياً بحتاً أو خالصاً بل هي مشروع سياسي اقتصادي ثقافي المملكة العربية السعودية تسعى مع الصين لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تتقاطع مع أيضاً رؤية مماثلة للصين هي رؤية الحزام والطريق السعودية تقع على مفترق طرق في ثلاثة نقاط مهمة جداً تهم هذا المشروع الكبير والعملاق إذن الصين مرتبطة بالمملكة العربية السعودية من حيث الجانب الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً وإقليمياً وبالنظر ما عليش مرة أخرى أيضاً هذا لا يعني التفريط بعلاقاتنا الإستراتيجية الأخرى السعودية أيضاً لديها علاقات تمينة جداً مع الغرب والسعودية تحتفظ بهذه العلاقات علاقات الشرق وعلاقات الغرب لديها سلة مهمة جداً من العلاقات فكما أنها اليوم تسعى لتنويعها السلة الاقتصادية فأيضاً هي تسعى لتمتين السلة الاقتصادية والحفاظ عليها علاقاتنا مع الشرق متينة وقوية وعلاقاتنا مع الغرب تاريخية واستراتيجية ومهمة وكل الجانبين مع المملكة العربية السعودية يكملون المنظومة العالمية دكتور عبدالله برأيك إيش هي أبرز الملفات اللي رح تكون مطروحة طيب أنا أعتقد أنه بما أن الصين هي المشتري رقم واحد للنفط السعودي ولأن السعودية لديها رؤية مهمة جدا ولأن الصين لديها الكثير من القدرات والخبرات والإمكانيات ستكون البعد الاقتصادي والملف الاقتصادي حاضر من حيث الشراكة الاقتصادية من حيث تنويع الاستثمارات السعودية الصينية شاهدنا أن الاستثمارات خفزت أكثر من 30 مليار دولار خلال الفترة الماضية وأيضا هي مرشحة للزيادة من خلال ما رشح عن أنباء أن هناك اتفاقيات لتوقيع اتفاقيات بتزيد عن 110 ريالات أو 30 مليار دولار إذن السعودية والصين علاقاتهم الاقتصادية تنويع المشاريع الاستثمار في البنى التحتية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي فضلا عن المشاريع أيضا الثقافية التي تستحدث التقارب فيما بين السعودية والصين ولا ننسى أن خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه افتتح مكتبة الملك عبد العزيز في جامعة بكين كنوع من تعزيز الثقافة العربية الصينية نعم نعم أيضا نتكلم عن نقطة جدا مهمة ونحكي عن التعليم والمناهج بالتحديد طبعا اليوم أدرجت فيها اللغة الصينية أيضا كيف تقرأ هذا الموضوع دكتور عبد الله وكيف ممكن أنه ينعكس على تعاون البلدين اليوم أنا كنت في عنيزة لأحضر حفل للإعلام والعلاقات العامة فإذا هما يفاجؤون بطفلة صغيرة ترحب بنا باللغة الصينية كان مما أثار إعجابي تنوع اللغات بالمناسبة ليست فقط لغة صينية فل كانت هناك اللغة الكورية واللغة الصينية ربما من أبرز اللغات التي قبلنا بالتحية بهم من قبل وردتين صغيرتين من براعم الوطن اللغة الصينية هي اللغة العلم والمعارف لا شك اليوم الصين صاعدة علميا وتقنيا وهي أصبحت تضاهي الصناعات العالمية من حيث الجودة والدقة ولذلك ستكون أحد مفاتيح العلوم هي تعلم اللغة الصينية ونقلها وترجمتها ونقل أيضا الثقافة والموروث الثقافي الصيني مع الموروث الثقافي العربي لكن هي لغة المعارف القادمة وإقرارها في مناهج السعودية هي خطوة رائدة واستباقية تحسب لسمول أمير محمد بن سلمان لأنها ستصبح واحدة من اللغات التي تقدم بها المعرفة عالميا نعم نعم شكرا لك دكتور عبدالله العساف على مداخلتك وعلى تواجدك معنا لهذا اليوم كلنا فخورين اليوم طبعا يوم مهم جدا لنا جميعا وتبادل أو هذه القمم الثلاث والتي ستعقد على مدار يومين في العاصمة الرياضة تعني لنا الكثير لما فيها من مصلحة المنطقة والبلاد بشكل عام وأكيد راح نتابع هذا الخبر زي ما قلنا خلال اليومين ترجمة نانسي قنقر